الشرق الأوسط هل مازال السلام ممكنا؟ لقاء الأسبوع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيد الرئيس بداية اسمح لي أن أسألكم عن ملف المفاوضات بينكم وبين الجانب الإسرائيلي صحيفة معاريف الإسرائيلية ذكرت قبل أيام أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود فهل فعلا وصلت المفاوضات إلى حائط مسدود؟ لا لم تصل إلى حائط مسدود المفاوضات صعبة ولكن لم تصل إلى حائط مسدود والدليل على ذلك أننا لازلنا في البداية ولدينا الوقت للكافي لنتابع المواضيع الأساسية والصعبة لكن ما يقال أنه نحن وصلنا إلى هذا الطريق فهذا كلام غير صحيح في نفس الإطار هناك أحاديث لكبير المفاوضين الفلسطينيين سيد صائب عريقات عن أن سياسة الاستيطان التي تنتهجها إسرائيل في المرحلة الحالية موضوع آخر تدمر عملية المفاوضات موضوع آخر هذا صحيح فهل أنتم بسدد اتخاذ موقف بهذا الإطار؟ لا بس نقول أن السياسة الاستيطانية السياسة لا يجوز أن تستمر اجتياحات الأرض الفلسطينية لا يجوز أن تستمر اجتياحات المستوطنين لا يجوز أن تستمر اجتياح مزيد الأخصى لا يجوز أن يستمر كل هذه منغصات وكل هذه معوقات يعني تعرقل عملية السلام تعرقل الوصول إلى حلول فهذا كله صحيح مع ذلك نحن موضون أما أن نقول اليوم وصلنا إلى نهاية غير موفقة تماما دقة الأحاديث التي تحدثت أو ذكرت أن هناك خلاف حول موضوع غور الأردن تحديدا وبقاء الإسرائيليين في الأردن الحقيقة أنا بصراحة لا أستطيع أن أتكلم عن مضمون المفاوضات ولكن أستطيع أن أعطيك عنوين المفاوضات يعني من العنوين الحدود الحدود بيننا وبين إسرائيل وهي الأساس حدود 67 أستطيع أن نتحدث عن الأمن الأمن في اليوم التالي للاتفاق لدى إسرائيل فكرة ولدينا فكرة وبالتالي نناقش هذه الأفكار عندنا أفكار نقدمها وعندهم أفكار يقدمونا وأكثر منك لا أستطيع أن أتكلم لأن هذا يعني من اختصاص سيد جونكري نعم أنا سأعود للحديث عن ملف المفاوضات بسؤال آخر ولكن قبل ذلك أنتم قمتم بزيارة لألمانيا والتقيتم بعدد من المسؤولين الألمان يعني هو معروف أن العلاقة بين ألمانيا وإسرائيل هي علاقة وثيقة وخاصة فهل لمستم من الجانب الألماني أيضا اهتمام بالقدر الكافي بالقضية والقضية الفلسطينية بشكل عام نعم هناك فعلا اهتمام كافي هناك إطلالة واسعة على كل ما يجري هناك وجهة نظر فيما يتعلق بالاستيطان وهي ترى الحكومة الألمانية أن المستوطنات غير شرعية ولابد من إيجاد حل لها إضافة إلى ذلك أن ألمانيا تقدم مساعدات مجزية للشعب الفلسطيني وكثير من الأمور نحن متفاهمون عليها سواء من ناحية السياسية أو من ناحية الدولية أو من ناحية الاقتصادية ربطا بملف المفاوضات مرة أخرى هناك حالة انقسام على مستوى الفلسطيني فهل تؤثر هذه الحالة الانقسام على شعور إسرائيل بعدم الحصول على ضمانات كافية؟ لا نحن عندما نتكلم نتكلم باسم الشعب الفلسطيني وعندما يتكلم نتنياهو يتكلم باسم الشعب الإسرائيلي إنما لدينا معارضة نعم قوية نعم ولديه معارضة نعم قوية ربما وبالتالي لا يوجد دولة في العالم ليست لديها معارضة فهل إذا صارت في منهج ووقعت أو لا يوقع الطرف الآخر معها خوفا من المعارضة هذه المعارضة موجودة وما دمنا نحن نضمن أنه نحن موافقون ونحن متفقون أيضا على شيء مهم وهو أن أي اتفاق سيخضع للاستفتاء الشعبي فإذا ما الخوف لا يوجد سبب للمخوف يعني أنا تحدث هنا عن موضوع المصالحة الفلسطينية الفلسطينية لانقسام الفلسطيني فإذا ملف المصالحة يعني بمناسبة لأييد حصل اتصال هاتفي كما ذكرت الصحف بينكم وبين رئيس الحكومة المقالة السيد اسماعيل هنية فإلى أين وصل ملف المصالحة الفلسطينية الاتصالات الهاتفية موجودة مع اسماعيل هنية ومع خالد مشعل ومع كثير من الإخوان يعني نحن إنسانيا مش متقاطعين مش مختلفين ولكن هناك الآن حديث جدية حول موضوع المصالحة حتى ما نكبر الأمور ونضعها في موضوعها طبيعي إذا وافقت حماس في أي لحظة وهذا بالعندي يعني تعهد في أي لحظة على الانتخابات سنذهب فورا للمصالحة لا يوجد عندي أي شرط آخر ولا أي رؤية أخرى يعني هل هو العائق الوحيد أمام المصالحة العائق الوحيد أن نذهب لله يعني حماس جاءت إلى المجلس الشيعي ونجحت بانتخابات حرة ونزيها وأنا رئيس السلطة الآن الدولة وسلموا الحكومة وسلموا كل شيء طيب الآن آن الأوان مضى علينا أكثر من أربع أو خمس سنوات نحتاج إلى انتخابات جديدة فليأدوا للانتخابات إذا نجحوا فيها أهل المصالحة وإذا فشلوا من ينجح يحكم البلد فإذا الشرط ليس شرطا الأمر الوحيد المطلوب هو أننا جاهزون جميع الانتخابات فنذهب نعم لكن حصلت عدة اتفاقيات للمصالحات بينكم وبين حماس منها اتفاقياتين في العامين الماضيين هل لم يكن هذا الشرط موجود بهذه الاتفاقية؟ نفس الشرط تشكيل حكومة التكنوكرات والانتخابات ولازلنا نقول حكومة التكنوكرات موجودة في أي لحظة وإنما الانتخابات نحدد موعدة ونذهب إليها هذه مع الأسف تلكأوا فيها الآن ربما تكون الظروف أفضل من أجل الانتخابات قبل بداعة أشهر أيضا تم الحديث عن زيارة مرتقبة لكم إلى قطاع غزة فهل هذه زيارة قريبة فعلا؟ يعني هي مرتبطة بالظروف يعني أنا بإمكاني أروح بكرة من غدا أخرج من هنا إلى رمالة وأذهب إلى غزة هل هذا يساعد أم؟ لأنه هذه أرضي هذه بلدي هذه لا يستطيع أحد أن يقول لليس جاي لليس رايح لكن أنا أريد أن أغتنم الفرصة المناسبة لأذهب ونحن يعني على أبواب مش على أبواب نكون قد حلنا كل الأمور يعني في موضوع ملف الربيع العربي هل تشعرون أنه في ظل الربيع العربي يعني الأعوام التي مرت العامين أو الثلاثة الأخيرتين كان هناك تراجع في حجم الاهتمام العربي بالقضية الفلسطينية أو بكم كسلطة فلسطينية بسبب ما يحدث في هذه الدول شوف أول في البداية نحن عندما جاء ما يسمى الربيع العربي نحن لم نتدخل لا سلبا ولا إيجابا منذ أن بدأت في تونس وليبيا ومصر واليمن وحتى سوريا لا نتدخل علاقاتنا مع الجميع واحدة طبعا إذا قلت لك أنها لا تؤثر على قضيتنا لا أكون غلطة عندما يحصل هذا الحراك الداخلي كل دولة تنكفي على أمورها الذاتية يعني دولة مثل سوريا الآن مشغولة في داخلها هل أطلب منها أن تهتم بي أو تهتم بالقضية الفلسطينية بالتأكيد لا كل المتمنى أن هذه الدول تخرج من كبوتها وبسرعة حتى يعني تأخذ دورها المحلي والوطني والإقليمي لكن بصراحة أيضا عندما نحن في عندنا ما يسمى لجنة المتابعة العربية هذه اللجنة من 16 دولة عربية في كل مرة نطلبها لقضية تتعلق بالقضية الفلسطينية تحضر تحضر وربما خلال أيام قليلة ستكون في باريس أيضا تحضر دليل أنه العرب لم ينكفئوا عن القضية الفلسطينية وإن كان معمليا شغلوا أو معظمهم شغلوا بأوضاعهم الداخلية وهذا الشيء لا نؤخذهم عليه يعني موضوع الجامع العربية ذكرت وحدثت عن خصوص لجنة المتابعة العربية ولكن أريد أن أعود إلى سوريا تحديدا كما تحدثنا عن سوريا يعني هناك آلاف اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا في الفترة الأخيرة من سوريا عيد لبنان نعم فما التي تستطيعون كسلطة تقديمه لهم أو مساعدتهم به كل أملنا كان أن لا يخرج هؤلاء نعم وكل أملنا أن لا يقحموا في الصراع الداخلي ونبهناهم أكثر مرة ونبهنا السلطة النظام ونبهنا الآخرين تركوا الفلسطيني بحالها مع الأسف أن هناك أطراف يعني أساءت التصرف وأدت إلى أن الفلسطينيين يقحموا بهذا فخرجوا خرج بعضهم إلى لبنان والبعض الآخر الآن يعني يموت في البحور في البحار في مالطا وجهة إيطاليا والوضع مأساوي للغاية يعني كل ما نستطيع أن نعمل أن نحاول بأقصى سرعة أن نخفف من مأساة هؤلاء الناس أن نخفف من معاناتهم وأن نتمنى أن لا يخرجوا من سوريا أنا أناديهم أن لا يخرجوا هناك ممكنهم يبقوا إلى أن يفرجها ربنا علينا ويعودوا إلى فلسطين إذن يعني تحديدا هل هناك مساعدات ملموسة أو خطوات ملموسة نقدر ما يمكن أن نستطيع لأننا سلطة يعني السلطة الفلسطينية أو الآن أصبحت دولة فلسطينية إمكانية محدودة نحن نعيش على المساعدات من دول العالم سواء دول عربية أو غير عربية وبالتالي إمكاناتنا محدودة ومع ذلك رغم محدودية هذه الإمكانات ما نستطيع أن نقدم ويجب أن نقدم لأن هؤلاء الناس إخواننا وأهلنا يجب أن نرعاهم بقدر ما نستطيع سؤال آخر يعني بعيدا عن هذا الموضوع هناك تحقيقات تجريحة حاليا حول ملف وفاة الرئيس السابق ياسر عرفة إلى أين وصلت هذه التحقيقات أو نتجع أنها شيء ما تتولى ثلاث جهات الجهة الأولى روسيا وسويسرا وفرنسا التقارير لم تنتهي بعد يعني هناك تقرير واحد جاءنا نريد أن نرى نتائج التقارير الثانية وعلى ضوء ذلك نعلن ماذا بالضبط جاء في هذه التقارير ولن يكون هناك شيء مخفي على العالم هذه قضية بتهمنا جدا نريد أن نعرف كيف توفي رئيس عرفة هذا رئيسنا وهمنا جدا أن نعرف ليش ليش أو لماذا أو من الذي عمل هذا أو بأي طريقة توفي ماذا ستصدر هذه النتائج هناك؟ لا تتأخر عن شهرين إلى ثلاثة شهر نعم تتحدثون عن أن تقرير قد ظهر هو التقرير الروسي تقصدون؟ نعم نعم ونتائجه ورد في وسائل الإعلام لأننا نتكلم عن نتائج تقرير واحد نحن نريد أن نرى التقارير الثلاثة فعندما نرى الثلاثة في لجنة طبية مسؤول عنها الدكتور عبدالله المشير ولجنة سياسية لجنتين يتابعوا هذا الموضوع عندما يصلوا إلى استنتاج بكل النتائج نحن عند ذلك نعلن هذا سيادة رئيس أنا أشكرك على هذا اللقاء وأشكر وجودك معنا في الدورتشة شكرا جزيلا معك شكرا جزيلا معك